في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل ظهرت آراء عديدة في تفسير معنى الإفطار يكون بظلمة الليل وليس بغروب قرص الشمس وأن الآية قطعية الدلالة إلى غيرها من الشبه التي استشكلت على بعض الناس وحيرت عقولهم فهل من بسطة في الموضوع ليس في الأمر أدنى شبهه ولا أي إشكال فمعنى حلول الليل لغة وشرعا هو اكتمال مغيب الشمس فإذا غربت الشمس وإكتمل غروبها فهذا يعني أن الليل قد حل وهذا هو الذي تحمل عليه الآية الكريمة وهذا هو الذي يطلقه العرب في الدلالة على وقت دخول الليل فبغروب الشمس وإكتمال غروبها يكون الليل قد حل وهذا ما تؤكده أيضا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان وقت الإفطار في بيان متى يحل للصائم أن يفطر من صيامه فقال إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل فهذا يدل على أن الليل إنما يبدأ بمغيب الشمس فإن لم يكن كذلك فماذا يسمون هذا الوقت الذي يكون بعد مغيب الشمس لأن العرب تسمي وقت العصر يقسمون العصر إلى بحسب أوقاته فمنهم من يقول العصر هو كل الوقت الذي يكون بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ومنهم من يقسمه إلى وقت الأصيل ووقت العصر ووقت العشي ومنهم من يقول العشي يشمل ذلك كله إلى أن تغيب الشمس وقت مغيب الشمس يسمى وقت الغروب هو وقت المغرب والمغرب جزء من الليل لأنه يبدأ باكتمال غروب الشمس فلا إشكال ولا لغة ولا شرعا والله تعالى أعلم نأخذ سؤال وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفطر إلى غربة الشمس وتحقق غروبها فإنه كان يفطر من صيامه وكذلك كان هدي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وكان يرفع الأذان للمغرب ويؤدون بعدها صلاة المغرب فكل الأدلة الشرعية مع الأدلة اللغوية متضافرة على الدلالة على أن حلول الليل إنما يكون باكتمال غروب الشمس والله أعلم نأخذ سؤال